لنا لك الملك والقدرة والمجد أي والآب والابن والروح القدس الآن وكل عوان وإلى دهر داهرين آمين خلص يا رب شعبك وبارك ميراثا ومنح عبيدك المؤمنين الغلباء على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك نجد للآب والابن والروح القدس يا من ارتفى على الصليب مختارا أيها المسيح الإله امنح رأفتك لشعبك الجديد المسمى بك وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلباء على محاربيهم لتكون لهم عونتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور الآن وكل عوان وإلى دهر الداهرين آمين أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي يا صالح عن توسلاتنا بل وطدي سيرة المستقيمي الرأي وخلص الذين أمرت أن يتملكوا ومنحهم الغلباء من السماء بما أنك ولتن الله يتها المباركة وحدك حمي الله بعظم رحمتك نطلب إليك فاستجيب ورحم كري ليس كري ليس كري ليس وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأورتوذوكسيين يا رب ورحم يا رب ورحم يا رب ورحم وأيضا نطلب من أجل أبنا وباترياركنا يحنى وكل إخوتنا في المسيح كري ليس كري ليس كري ليس لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين باسم الربارك يا أب المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرر المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرر يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب سرخت فأجابني من جبل قدسه أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتأذرين علي قم يا رب خلصني يا إلهي فإنك قد دربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني فإن سهامك قد نشبت في ومكنت علي يدك ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحملا ثقيلا قد ثقلت علي قد أنتنت وخاحت جراحاتي من قبل جهالتي شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا لأن متني قد امتلأ مهازئة وليس لجسدي شفاء شقيت وتضعت جدا وكنت أين من تنهدي قلبي يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخفى عنك قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبقى معي أصدقائي وأقربائي دنوا مني وقفوا لدي وجنسي وقفا مني بعيدا وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشرى تكلموا بالباطل وغشوشا طول النهار درسوا أما أنا فكأصم لا يسمع وكأخرس لا يفتح فاه وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت لأن عليك يا رب توكلت أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي لأني قلت لا يشمت بأعدائي وعندما ذلت قدماي أعظم علي الكلام لأني أنا للضرب مستعد ووجع لدي في كل حين لأني أنا أخبر بإثمي وأهتم من أجل خطيئتي أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني وقد كثر الذين بغضين ظلما الذين جازوني بدل الخير شرا محلبي لأجل ابتغاء الصلاح فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي فلا تهملني يا ربي وإلهي ولا تتباعد عني أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي يا الله إلهي إليك أبكر عطشة إليك نفسي بكم نوع لك جسدي في أرضا برية وغير مسلوكة وعادمة الماء هكذا ظهرت لك في القدس ليعين قوتك ومجدك لأن رحمتك أفضل من الحياة وشفتايا تسبحانك هكذا أباركك في حياتي وباسمك أرفع يديا فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم وبشفاه الابتهاج يسبحك فمي إذا ذكرتك على مفرشي هذذت بك في الأسحار لأنك صرت ليعونا وبظل جناحيك أستتر التسقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى أدي السيوف ويكونون أنصبة للثعالب أما الملك فيسر بالله ويمتدح كل من يحلف به لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم هذذت بك في الأسحار لأنك صرت ليعونا وبظل جناحيك أستتر التسقت نفسي وراءك وإياي عضدت يمينك المجدل الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الظاهرين آمين هللويا 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 المجدول لك يا الله يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم المجدل الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الظاهرين آمين يا رب إله خلاصي في النهار سرخت وفي الليل أمامك فلتدخل قدامك صلاة أمل أذنك إلى طلبتي فقد امتلأت من الشرور نفسي ودنت من الجحيم حياتي حسبت مع المنحدرين في الجب سرت مثل إنسان ليس له معين حرى بين الأموات مثل المجرحين الرقود في القبور الذين لا تذكرهم أيضا وهم من يدك مقصون جعلوني في جب أسفل السافلين في ظلمات وظلال الموت علي استقر غضبك وجميع أهوالك أجزتها علي أبعدت عني معارف جعلوني لهم رجاسة قد أسلمتها ما خرجت عيناي ضعفة من المسكنة سرخت إليك يا رب النهار كله وإليك بسطت يدي ألا علك للأموات تصنع العجائب أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك هل يحدث أحد في القبر برحمتك وفي الهلاك بحقك هل تعرف في ظلمة عجائبك وعدلك في أرض منسية وأنا إليك يا رب صرخت فتبلغك في الغداة صلاتي لماذا يا رب تقصي نفسي وتصرف وجهك عني فقيرا أنا وفي الشقاء منذ الشباب وحين ارتفعت اتضعت وتحيرت علي جاز رجزك ومفزعاتك أزعشتني أحاطت بك الماء والنهار كله اكتنفتني معا أبعدت عني الصديق والقريب ومعارف من الشقاء يا رب إله خلاصي في النهار سرخت في الليل أمامك فلتدخل قدامك الصلاة أمل أذنك إلى طلبة بارك يا نفسي الرب ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس بارك يا نفسي الرب ولا تنسى جميع مكافآته الذي يغفر جميع أثامك الذي يشفي جميع أمراضك الذي ينجي من الفساد حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخيرات شهواتك فيتجددك نسر شبابك الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته الرب رحيم ورأوف طويل الأنات وكثير الرحمة ليس إلى الانقضاء يسخط ولا إلى الدهر يحقد لا على حسب آثامنا صنع معنا ولا على حسب خطايانا جازانا لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض قوى الرب رحمته على الذين يتقونه وبمقدار بعض المشرق من المغرب أبعد عن سيئاتنا كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفه لأنه عرف جبلتنا وذكر أننا تراب نحن الإنسان كالعشب أيام وكزهر الحقل كذلك يزهر لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت ولا يعرف أيضا موضعه أما رحمة الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصياه ليصنعوها أرب هيأ عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع بارك الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة العاملين بكلماته عند سماع صوت كلامه بارك الرب يا جميع قواتي يا خدامه العاملين إرادته بارك الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته بارك يا نفسي الرب في كل موضع سيادته بارك يا نفسي الرب يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتزكى أمامك كل حي لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر وأجر علي روحي واترب قلبي في داخلي تذكرت الأيام القديمة هذث في كل أعمالك وتأملت في صناع يديك بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تنطر أسرع فاستجب لي يا رب فقط فنيات روحي لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب اجعلني في الغدات مستمعا رحمتك فإني عليك توكلت عرفني يا رب الطريقة الذي أسلك فيه فإني إليك رفعت نفسي أنقذني من أعداء يا رب فإني قد لجأت إليك علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجر اسمك يا رب تحيني بعدك تخرج من الحزن نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك استجب لي بعضلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك استجب لي بعضلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة المجر للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين أليلويا أهللويا أهللويا المشرك يا الله أليلويا أهللويا أهللويا المشرك يا الله يا إلهنا رجاءنا لك المشرك سلام إلى ربينا أطلو نجد سلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى ربينا أطلو نجد سلام كل العالم وسبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى ربينا أطلو نجد هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربينا أطلو نجد أبينا وباترياركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكيروس والشعب إلى ربينا أطلو نجد حكامنا ومؤذرتهم في كل عمل صالح إلى ربينا أطلو نجد هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى ربينا أطلو نجد اعتدال الأهوية وخص بالأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى ربينا أطلو نجد المسافرين برا وبحرا وجوا المرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى ربينا أطلو نجد لجاتنا من كل ديق وغضب وخطر وشدة إلى ربينا أطلو يا ربنا أطلو أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة القيقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح والإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين الله الرب ضعر لنا مبارك للهات باسم رب أترفوا لرب وده باسمه الخدوس الله الرب ضعر لنا مبارك للهات باسم رب كل الأمم يحاطت بي وباسم رب قهرتهم الله الرب ضعر لنا مبارك للهات باسم رب من قبل الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا الله الرب ضعر لنا مبارك للهات باسم رب عندما أنحذرت إلى الموت أيها الحياة الذي لا يموت حينئذ أمت الجحيم ببرق لهوتك وعندما قمت الأموات من تحت الثارة صرخ نحوك جميع القوات السماوي أيها المسيح الإله واطل حياة المجدولة المجدول الأبي والابن والروح القدوس إِنَّ يُوسُفَ الْمُتَقِي عَحْدَنَ جَسَدَ كَالطَّهِرَ مِنَ الْعُونَ وَلَفَّهُ بِالسَّمَانِ النَّقِيَةَ وَحَنَّطَهُ بِالطِّيبِ وَجَهَزَهُ وَأَضْجَعَهُ بِي قَبْرٍ جَدِينَ تَكِنَّكَ قُمْتَرِ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ يَا رَبْ مَنِيحَانِ الْعَالَمَ الرَّحْمَةَ الْعُظْمَةَ وَلَا لَوْكُ لَعَانٍ وَلَا ذَهْرِ الدَّهِرِينَ آمِينَ إِنَّ الْمَلَاكَ حَضَرَ إِلَى الْقَبْرِ قَيْلًا لِلنِّسْوَاتِ الْحَابِلَاتِ الطِّيبِ أَمَّا الطِّيبُ وَإِنَّهُ لَيْقٌ بِالْأَوَاتِ وَأَمَّا الْمَسِيْحِ فَقَدْ ظَهَرَ غَارِبًا مِنَا الْحَسَادِ لكن اسرخنا القائلات قد قام الرب مَنِحَانِ الْعَلَامَ الرَّحْمَةَ الْعُظْمَةَ إِذًا وَأَيْدَوْمِ السَّلَامِ إِلَى رَبِّنَ أَتْلُومُ إِلْيَا لَيْسَوْمُ وَأَضُدْ وَأَخَلِّصْ وَأَرْحَمْ وَأَحْفَظْنِيَ اللَّهُ بِنْعَمَةِ بعد ذكرنا لكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا بعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح لله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين آمين يا رب إذ لم تمنع حجر القبر من أن يختم فلما قمت ناهضاً منحت للكل سخرة الأمان المجد لك يا رب لم تفرغ الحضن الطاهرة في الأعالي لما اقتبلت الدفن والقيامة من أجل الكل المجد لك المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين أسرارك كلها يا والدة الإله تفوق كل عقل وتعل على كل مجد لأن طهارتك مختومة وعذريتك محفوظة مصونة وعرفتي أماً بغيري زيغ ولا شك وولدتي الإله الحقيقي فإليه ابتهي لي أن يخلص نفوسنا إن حاملات الطيب لما ادلجنا سحراً عميقاً وشاهدنا القبر فارغاً فقلنا للرسل إن المختدر قد ضمحل الفساد واختطف الذين في الجحيم من العقالات فكرزنا بمجاهرة أن المسيح الإله قد قام مانحاً إياناً رحمة العظمى إن النسوة الحاملات طيوباً لدفنك أتينا سراً في دلجة عميقة إلى قبرك فخفنا من وقاحة اليهود إذ تقدمنا فأبصرنا محافظة الجند لكن طبيعتهن الضعيفة غلبت الشجاعة لأن عزمهن الشفوق قد أرضى الله وباتفاق رأي صرخنا قم يا رب أعنا وافتدنا من أجل اسمك أنت هي الفائقة على كل البركات يا والدة الإله العذراء لأن الجحيم قد سبي بواسطة المتجسد منك وآدم دعية ثانية واللعنة تابادت وحواء عطقت والموت أميت ونحن قد حينا لذلك نسبح هاتفين مبارك أنت أيها المسيح إلهنا الذي هكذا سررت وارتضيت المجدول مبارك أنت يا رب علمني حقوقك جمع الملائكة ذلك متحيرا عند مشاهدة إياك محسوبا بين الأموات أيها المنخلص وضحضا قوة الموت ومنهضا آدم معك ومعطق النيان من الجحيم كافتا مبارك أنت يا رب علمني حقوقك الملائك اللامع عند القابل تفوها نحو حميلة الطيب قيلا لما تمزجنا الطيوب بالدموع بتالث ثنيات البذا انظرنا اللحظة وفرحنا لأن المخلص قد هم من القبر ناهضا امضيت السكرية ذلك سون متعدك يوم تاسو إن حميلة الطيب سحارا عبيقا سارعنا إلى قبر كنائحات إلا أن الملك وقف بهن وقال لهن زمن النوحي قد كفى وبطل فلا تبكينا بل بشرنا الرسول بالقيامة مبارك أنت يا رب علمني حقوقك إن النسوة حميلة الطيب قد أقبلنا بالحنوط إلى قبرك أيها المخلص فسمعنا ملكا متنغما نحوهن قائلا لما تحسبنا الحيا مع الموتى فبما أنه إله تقم من القبر ناهضا المجد للأبي والابن والروح القدوس نسجد للأبي ولابنه ولروح قدسه تلوزا قدوسا بجوهر واحد صاريخنا مع السعفين قدوس 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 أنت يا را فالآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين آمين أيات والعذرون قد ولدت معطي الحياة وعن قثي أدم من الخطيئة ومنى أحضي حوال بحا عباد الخوز لكن الإله والإنسان المتجسد منك أرشدهما إلى الحياة التي قد تهور منها موسيقى 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 إذا نعيدهم السلام إلى ربينا أطلوب موسيقى 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 بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفيقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندى ذواتنا بعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح الإله لك يا الله لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين آمين إن النسوة ذهبنا إلى القبر بعد الآلام لكي يطيبنا جسدك أيها المسيح والله فشاهدنا في القبر ملائكة فذهلنا لأنهن سمعنا منهم صوتاً قائلاً إن الرب قد قام ومنح العالم الرحمة الغظمى أيها المخلص ها أنا مرسل إليك عيني قلبي نحو السماء فخلصني بإشراقاتك أيها المسيح ارحمنا نحن المذنبين إليك كثيراً في كل ساعة وأعطنا قبل النهاية طرائق التوبة لديك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين إن تملك الخليقة وتقديسها وتحريكها هو للروح القدس لأنه إله معادل في الجوهر للآب والكلمة لو لم يكن الرب فينا فمن كان كفعاً أن ينحفظ سالماً من العدو القاتل للإنسان المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين إن الروح القدس هو عنصر الحياة والكرامة لأنه كإله يؤيد المخلوقات بأسرها ويصونها بالآب والابن إن المتوكلين على الرب يضاهون الجبل المقدس الذين لا يتزعزعون من صدمات المارد الأصلاً لا يمد العائشون إلهياً أيديهم إلى المآثم لأن المسيح لا يترك نصيبه إلى العصار المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين إن الروح القدس هو ينبع كل حكمة لأن منه تحصل النعم للرسل والشهداء يتكللون بالجهاد والأنبياء ينظرون بسابق المعرفة استيقظ يا ربي وإلهي بالأمر الذي أوصيت ومجمع الشهوب يحيط بك استيقظ يا ربي وإلهي بالأمر الذي أوصيت ومجمع الشهوب يحيط بك إلى ربي نطلق لأنك قدوس أنت يا إلهنا وفي القدسين تستقر وتستريح وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهرين آمين كلنا سباب تساب حرار كلنا سماء فلتساب حرار فلتساب حرار كلنا سماء نجل نكونا مستحقنا لسمع الإنجيل المقدس إلى ربي إلهنا نطلق الحكمة لننتصب ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك فصل شريف من بشارة القديس لوق الإنجيلي البشير أجل لك يا رب المزول أجل نكونا أجل نكونا بلباس براق وإذ كنا خائفات ونكسنا وجوههن إلى الأرض قال لهن لماذا تطلبنا الحيا بين الأموات إنه ليس هاهنا لكنه قد قام اذكرنا كيف كلم كنا وهو بعد في الجليل إذ قال إنه ينبغي لابن البشر أن يسلم إلى أيدي أناس خطأة ويسلب ويقوم في اليوم الثالث فذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله ومريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوبة وباقي من معهن هن اللوات أخبرنا الرسل بهذا فكان عندهم هذا الكلام كالهديان ولم يصدقهن فقام بطرس وأسرع إلى القبر وتطلع فرع الأكفان موضوعة وحدها فانصرف إلى مقره متعجبا مما كان مجددك يا رب المجددك إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد لرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده لصليبك أيها المسيح نسجد وليقيامتك المقدس نسبح ونمجد لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي هل أم يا معشر المؤمنين نزد لقيامة المسيح المقدسة لأنه وذاب الصليبي قد أتى الفرح في كل العالم لنبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته لأنه إذ احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك محمى آثمي وصني كثيرا من إثمي ومن خطيئة طهرني فأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تزوق في أقوالك وتغلب في محاكمتك هأنذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومسوراتها تنضحني بالزوفة فأطهر تغسلني فأبيض أكثر من الثلج تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة اسرف جك عن خطيئة يوح كل مآثمي قلبا نقيا أخلق فيي يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من أمام وجهك وروحك الخدوس لا تنزع مني امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي نعضدني فأعلم الأثمى طرقك والكفر إليك يرجعون أنقذني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيوخبرا فمي بتسبحتك لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحق القلب المتخشع والمتواضع لا يرذل الله أصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبنى أسوار أرشاليم هنا إذن تستجد بذبيحة العدل قربانا ومحرقات هنا إذن يقربون على مذبحك العجول المجدول الأبي والابني والروح الخدوس بشفاءة الرسل وطالفاتهم أيها الرحيم أمخوا كثرة خطيانا وزلاتنا الآن وكل وان ويلة دار التائرين آمين إي شفاءة والدة الإله وطالباتها أيها الرحيم أمخوا كثرة خطيانا وزلاتنا يا رحيم ارحمني الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رفتك حما أثيمك لو قد قام يسو من القبر كما سبق فقا ومنحنا الحياة الأبدي أمخوا كثرة خطيانا وطالباتها أمخوا كثرة رفتك بقوة الصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة وحامي هذه الرعية المباركة المحروسة من الله بطلبات القوات الصموية المكرمة العادمة الأساد توسلات النبي الكريم السابق المجيد يحنى المعمدان القديسين المشرفين الرسل الجدرين بكل مديح أبائنا القديسين معلمين المسكونة رؤسائي الكهنة العظام باسيليوس الكبير غريغوريوس تيالوغوس يحنى الظهبي الفم أبائنا القديسين التناسس وكيرلوس ويحنى الرحوم بطاركة الإسكندرية أبوائنا القديسين ملاتيوسا وبطروسا بطرياركي أنطاكية العظمة أبوائنا القديسين نيكولاوس رايسسا خفة ميرا سبريدون إسقف التريميسوس العجائبيين القديسين المجدين الشهداء العظام جيوارجيوس المظفر ديمتريوس المخفض الطيب تيودوروس تيروني تيودوروس قائد الجيش القديسين إغناتيوسا وبوليكيرفسا الشهيدين في رؤساء الكهنة القديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة القديسين المجدين الشهداء المتعلقين بالظفر أبائنا الأبرار إفراما وإسحاق السوريين ويحنى الدمشقي وجميع أبائنا الأبرار المتوشحين بالله القديسين صديقيني وكيمة وحنى جدين المسيح لإله النسوة حاملات الطيب القديسات البار يوسف الرامي الذي كان تلميذا خفيا مع صديقه نيكوديموس التلميذ الليلي أرمياء النبي الذي نقيم لتذكارهم الشريف عيدا مبارك وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب جزيل الرحمة فاستجب لنا نحن القطاءة طالبين إليك وارحمنا كريا ليسا كريا ليسا كريا ليسا يا راب رحم يا راب رحم يا راب رحم كريا ليسا كريا ليسا كريا ليسا يا راب رحم يا راب رحم يا راب رحم برحمتي ورفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس والصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين آمين أيها المسيح الإله لما كلمت نسوة حاملات الطيب بالفرح كفيت بقيامتك نوحى الأم الأولى حواء وأمرت رسلك أن يكرز بأن المخلص قد قام من القبر أيها المخلص إن حاملات الطيب لما كنا موافيات نحو ضريحك متحيرات العقول فخاطبنا بعضهن بعضا قائلات من يدحرج لنا حجر القبر فنظرنا وإذا الحجر قد دحرج فاندهشنا خوفا وارتعدنا من صورة الملاك وحلته وهممنا أن يهربنا فهتف الشاب بهن قائلا لا تخفنا لأن الذي تطلبنه قد قام فأقبلنا وانظرنا المكان حيث كان جسد المسيح موضوعا واذهبنا سريعا وبشرنا تلاميذه قائلات أن المخلص قد قام من القبر في هذا اليوم السادس عشر من هذا الشهر نقيم تذكار البارثيوذوروس المتقدس وفي هذا اليوم الذي هو الأحد الثالث من الفصح نعيد لنسوة حاملات الطيب القديسات ونكمل أيضا ذكر يوسف الرامي الذي كان تلميذا مخفيا ومعه نيقوديموس التلميذ الليلي إن نسوة قدمنا للمسيح طيبا فوقدموا وأنا لهن كالطيب مديحا فبشفاعات القديس يوسف الرامي وحاملات الطيب القديسات اللهم ارحمنا آمين اللهم ارحمنا آمين اليوم يوم القيامة فلنا تلالا أيها الشوق لأن الفصح هو فصح الراب وذلك لأن المسيح إلى هنا قد جزنا من الموت إلى الحياة ومن الأرض إلى السماء نحن المنشدين نجد النصر والضافات هالم بنا نشرب مشروبا جديدا ليس مستخرجا بآيات باهرة من صخرات صامة لكنه ينبو عدم الفساد بفيضان المسيح من القبر الذي به نتشاد ليقف معنا على المحرس الإلهي قبق قرب تبوه من إلهي وليورينا الملاك المتشح الضياء قائلا جهارا اليوم خلاص للعالم لأن المسيح قد قام بما أنه على كل شيء قدير لنبتكر أن مدرجينا دلجاة عميقة ولنقرب أن للسيد التسبيح النقيع وضطيب الزاكي ولنعين المسيح الذي هو شمس العد مطلعا الحياة للكل أيها المسيح لا قد نزل فإلى سافر دركات الأرض فسحقت الأمقال الدهريات المثبتة الضابطة المعتقلين وفي اليوم الثالث برست ناهضا من القبر كما برز ينان من الفوت إن الذي أنقذ الفتية من الأتون لما صار إنسانا تألمك مائه وبألامه سرب للميت جمل عدم الفساد أعاني به إلى هابينه المباركة والمماشدة وحدا نسبح ونبارك ونسجد للرام إن هذا اليوم المدعو والمقدس الذي هو أول سبت وملكها وسيدها إنما هو عيد العياد ومعصم المواسن الذي فيه نمارك المسيح إلى الأدهر لولدات الإله ومن نوري بالتسابيح نكرم معظمين عظمي يا ناس الذي تألم طوعا وقبه وقام من الطابر في اليوم الثالث بالسنير السنير يا أورى شليم الجديدة لأن مجدر في أشرق عليك إفراح الأنى وتهل ليصيون وأنت يا والدة الإله النقية إطرابي بقيامتي ولا ليل عظمي يا نفس المسيح ومعطي الحياة أن ناهض من الطابر في اليوم الثالث استنير استنير يا أورى شليم الجديدة لأن مجدر في أشرق عليك إفراح الأنى وتهل ليصيون وأنت يا والدة الإله النقية إطرابي بقيامتي ولا ليل المسيح فسح جديد وذبيحات حية عمل الله الرافع خطيئة العالم يا ما أشرق يا ما أحب يا ما لفن أغمتك أيها المسيح لأنك قد وردت نوضا صديقا لأنك تكون مع ليلة نجازتا الذي نحن المؤمنين نتصم بيه كمنساة لرجائنا فنفتعجه متهاليلي اليوم الخليقة توجمع تبتعج وتأفرح لأن المسيح قد قمى والجحيم قد زوبيا يا ما أشرق يا ما أحب يا ما أغمتك أيها المسيح لأنك قد وردت نوضا صديقا لأنك تكون معنا إلى نجازتا الذي نحن المؤمنين نتصم بيه كمنساة لرجائنا فنفتعجه متهاليلي المجد للآب والابن والروح الفدود عظمي يا نفسي عزة اللهوذ المتالة الأقاهي بغير المقاسم أيها المسيح 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 من ويلده الداهرين عمي إفرحي أية والبتول إفرحي إفرحي يا مباركة إفرحي يا مجهدا لأن ابنك قد قام من القبر في يوم ثالث إفرحي إفرحي حقيقة في نهار ملكك الذي لا يغرب أبدا إفرحي إن الملكة تبوى نحو المنعام عليها أياتها العذراء ناقية إفرحي وأقول أيضا إفرحي لأن ابنك قد قام من الطالب اليوم الثالث استنير استنيري يا أورى شليم الجديدة لأن مجد الرب يشرق عليك إفرحي الآن وتهل لي يا صيوم وأنت يا والدة الإله اللقية إطرابي بقيامتي ولدات إذن وإذن السلام إلى ربينا أطلوب إذن يا ربينا أطلوب فضت وخلص وأرحم وأحفظني يا الله بنعمتك يا رب رحمة بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفيقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين جميع القديسين سنُدى ذواتنا أبادنا أباداً وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه إياك تسبح كل قوات السموات وإليك نرفع المجد أيها الأب والاب والابن والروح الكدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين آمين قدس 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 نهاية بحيث وآقمت أدام بحيث أدام رب حيث والآقمت من بحيث وآقمت أدام من من م من 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 فأسرعنا وقلنا بشرايا لأحبائي لأنني قد أشاء أن يشرق الفرح لجبلتي من هناك أي من حيث ورد الحزن متقدما أيتها النسوة اسمعنا صوت البهجة قائلا إنني قد وطئت الجحيم المتمرد وأنهضت العالم من الفساد فأسرعنا وقلنا بشرايا لأحبائي لأحبائي لأنني قد أشاء أن يشرق الفرح لجبلتي من هناك أي من حيث ورد الحزن متقدما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يا الله سبحوه على مقدرته سبحوه بحسب كثبات عظامتك أيها الرب الإله فلتمجدك البراية بأسرها مع كل نسمة لأنك بصليبك المحي أبت قوة الموت لكي ما تظهر للشعوب قيامتك من بين الأموات بما أنك محب البشر وحدك سبحوه بلحن البوق سبحوه بالمزمار والقثار أجيبوا يا أيها اليهود كيف أن الشرط أضاع الملك الذي كانوا يحرسونه لماذا الحجر لم يحفظ صخرة الحياة فإما أعطونا المدفون أو اسجدوا معنا للناهضة هاتفين السبح لرأفاتك الغزيرة يا مخلصنا المجدلك سبحوه بالطبل والمصاف سبحوه بالأوتار والاتي الطار افرحوا يا شعوب وابتهجوا لأن الملاكة قد جلس على حجر القبر مبشرا إيانا وصارخا نحونا المسيح قام من الأموات مخلص العالم وأوعب الكل نسيمة شذاء القيامة الذكي فافرحوا إذن يا شعوب وابتهجوا سبحوه بنغمات الصنوج سبحوه بصنوج التهليل كل نسمى فالتوسى بحيرا أيها الرب الإله أما قبل الحبل بك فملاك أتى بالسلام إلى الممتلئة نعمة والآن فملاك أيضا ضحرج الحجر عن باب الرمس المجيد في حال قيامتك فالأول بشر بإمارات السرور عوض الحزن والثاني أنذرنا بسيد معطي الحياة عوض الموت فلهذا نهتف إليك أيها المحسن إلى الكل يا رب المجدولك يقوم الله ويتبدد جميع عدائه ويأهرب بغضوه من أمامي واجهه إن فصحان المسيح المنقر قاضي التضحانان اليوم فصحا شريفا فصحا جديدا مقدسا فصحا سريا فصحا جليل الوقار فصحا بريا من العين فصحا عظيم فصحا للمؤمنين فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فصحا مقدسا جميع المؤمنين كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من أمامي وجه النار فلما من المنظر أيات والنسوات البشيران وخاطبنا صيون قائلاته اقبالي من بشائر الفرح بقيامات المسيح يا رشالي مطربي بحضور وتهللي بسرور لمشاهداتك المسيح مالكك بارزا من القبر كثتا كذلك تهلك الخطاة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور إن النسوة الحاملات الطيب لما انتصبنا في ذلجات عميقة بإزاء ضريح الموت الحياة صدفنا ملاكا جاليسا على الحجار وطفق عيو خاطبهن قائلا لهن أكذا ما بل كنا تطلبنا الحياة مع الموتى لماذا تندبنا في البلاد والمنزع عن البلاد اذهبنا وبشيرنا تلاميذا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهى الألبه بنا في صحنا الذي هو في صح الروم وططل علىنا فصحا مضربا فصحا جليلا لاعتبا فصحا نصافح في بعضنا بعضا بفرح فياله من فصح منقذ من الحوز وذلك لأن المسيح حقا قدس ويوحا من القابل كالبازغ من الخير ووعب النسوة فرحا بقوله بشيرنا الرسول بذاله المجدولي العابي وليبني وروحي القدس إن اللواتي كنا مع ماريا وفينا وما هنى طيوب وبين مهن متحيراتون كيف يظفرنا بما موله إن رأينا الحجرة طاقات طوحراج وشابا إلهيا قد زال الزعاج نفوسه النبي قوله لَااو مَن رَبُّو يَاسُوهِ لِذَلِكَ بَشِرْنَ تلميذه كريزينا به أن يسرعوا إلى الجالي ليروه نائض من بين الأموات مما أنه رب الواهب الحياة ألعنا كلوان وإلى نهر داهرين آمين اليوم يوم القيامة فسبيلنا أن نتلل بالموسم ونصفح بعضنا بعضا ونعطو يا إخوة ولنصفح لمبغضينا عن كل شيئا في القيامة ونجد هكذا قائلين 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 المسيح قمام دين الأموات وواقي الموت بالموت قائلين وواق الحياة للذين في القبور المجد لك يا مبهر النور المجد لله في العالى وعلى الأرض السلام وفي الناس المسارى نسبحك نبركك نجد لك نمجد نشكرك من أجل عظيم جلال مجد أيها الرب الملك السماوي الإله الأب الضابط الكل أيها الرب الإبن الوحيد يسوع المسيح ويا أيها الروح القدوس أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الله يا رفع خطيئة العالم ارحمنا يا رفع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجانس عن يمين الله ورحمنا لأنك أنت وحدك قدوس أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله في كل يوم نباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد أهلنا يا رب أن نحفظ بهذا اليوم بغير خطيئة مبارك أنت يا رب إله أبعنا ومسابح وممجد اسمك إلى الأبد أمين لتكن يا رب رحمتك علينا كبذتك لنا علينا مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك مبارك أنت يا رب علمني حقوقك يا رب ملزان كنت لنا في جيل وجيل أنا قلت يا رب ارحمني واشف نفسي لأنني أخطيت إلي يا رب إليك لجأت فعلني مني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي لأن من قبلك عين الحياة وبنورك نعاين النور فأبسط رحمتك على الذين يعرفونك قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الرحمنا قدوس لله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت الرحمنا آي يوسو ثانس آي يوسي سيروس آي يوسو ثانتوس ليسو نماز المجدول الاب والابن والروح القدوس اللان وكل نوان وإلى دهر الدهر نابي قدوس للذي لا يموت الرحمنا قدوس لله قدوس لله قدوس nim包يم قدسون الذهي لا يموت إرحى إرحى نار اليوم صار الخلاص للعالم أن نسبح الذي قام من القبر أنصر حياتنا لأنه إذ قد حطم الموتى بالموت منحنا الظفر والرحمة لهم مباركة هي مملكة الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهر مسيح قام بين الأموات ووطيء الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور موسيقى 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 نجد يابنا وبطياركنا يحنى والكانة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكيروس والشعب إلى ربنا أطلو نجد حكامنا ومؤذرتهم في كل عمل صالحين إلى ربنا أطلو نجد هذه المدينة وجميع الأديرات والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى ربنا أطلو نجد أن ينحسر هذا المرض الوبائي ومن أجل شفاء المرضى والسند وعضة الكوادر والطبية والذين يسهرون من أجل صحة الآخرين ومن أجل سلامة العالم أجمع إلى ربنا أطلو نجد أتدال الأهوية وخص بالأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى ربنا أطلو نجد المسافرين برا وبحرا المرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى ربنا أطلو يا ربنا أطلو نجد أجاتنا من كل ديق وغضب وخطر وشدة إلى ربنا أطلو يا ربنا أطلو وضب وخلص ورحم وحفظنا يا الله بنعمتك يا ربنا أطلو بعد ذكرنا الكليات القداسة طاهرة الفيقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله دائمة البتولية مريم وعجمع القديس بل مدى ذواتنا بعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيحة لله سيكرياً لأنه بك يلق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين هللوا لله يا جميع الأرض رتلوا لإسمه يعطوا مجداً لتسبحته بشفاة والدة الليلة يا مخلص خلصنا قولوا لله ما أرهب عمالك كل من في الأرض يشدون لك ويرتلون لإسمك أيها العلي بشفاة والدة الليلة يا مخلص خلصنا فالبجد للأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين بشفاة والدة الليلة يا مخلص خلصنا إذن وإذن بالسلام إلى ربنا أطلوب إلي ألي صممم أضوض وخلص ورحم وحفظنا يا الله بنعمة يا رحب يا حقام بعد ذكرنا الكليات القداسة طاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لله دائمة البتولية مريم مع جميع القدسين فلندى ذواتنا بعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيحة لله لك يا آراء لأن لك العزة ولك الملكة والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ليرى في الله بنا ويباركنا وليضي بوجهه علينا ويرحمنا خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك عللويا لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك نحن المرتلين لك سوصني ما سياته وانستاسك نكرون سولون داسي عللويا تعترف لك الشعوب يا الله تعترف لك خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك عللويا المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يازل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة الباتولية ماريا وتأنست بغير استحالة وصول ابتائه والمسيح إلى هنا وبموتك واطئت الموت وأنت لن تزل أحد الثلوث القدوس قلم مسجد مع اللهم والروح القدوس قال إصلاح آمين وعيداً وعيداً بسلام إلى ربنا أطلوب كريا ليساً أعدد وخلص وأرحم وأحفظنا يا الله بنعماتك يا رب رحم بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديس فلندع ذواتنا بعضنا بعضاً وكل حياتنا المسيح لله لك يا رب لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر داهر آمين ليقوم الله ويتبدى الجميع وعدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار كذلك تهلك الخطاط من أمام وجه النار وصدقون يفرحون وتهللون أمام الله ويتنا أمونا بالسرور هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لنفرح ولنتهى للبي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والروح القدس وفيليبوس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرمناس ونيكولاوس دخيلاً أنطاكيان وقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر في غرش الإيمان جداً وكان جمع كثير من الكهنة يطيعون الإيمان السلام لك أيها الأخ القارئ الحكمة لننتصب ولنسمع قراءة الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولي روحك فصل شريف من بشارة القديس مرقص الإنجلي البشير ولمجدو لك يا رب المجدو لك لنسوغي في ذلك الزمان جاء يوسف الذي من الرامة مشير تقي وكان هو أيضاً منتظراً ملكة الله فاشترأ ودخلا على بلاطس وطلبا جسد يسوع فاستغربا بلاطس أنه قد مات هكذا سريعاً واستدعى قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات ولما عرف من القائد وهب الجسد ليوسف فاشترى كتاناً وأنزله ولفه في الكتان ووضعه في قبر كان منحوطاً في صخرة ودحرج حجراً على باب القبر وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين أوضع ولما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وصلوا ما حنوطاً ليأتينا ويدهنه وبكرنا جداً في أول الأسبوع وآتينا القبر وقد طلعت الشمس وكنا يقلنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القاب فتطلعنا فرأينا الحجر قد حرج لأنه كان عظيماً جداً فلما دخلنا القبر رأينا شاباً جالساً عن اليمين لابساً حلة بيضاء فانذهلنا فقال لهن لا تنذهلنا أتطلبنا يسوع الناصري المسلوب قد قام ليس هو هاهنا هو ذا الموضع الذي وضعوا فيه فاذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرسة إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما قال لكم فخرجنا سريعاً وفررنا من القبر وقد أخذتهن الرعادة والدهاش ولم يقلنا لأحداً شيئاً لأنهن كنا خائفاً ولمجدولك يا رب المجدول أيضاً وإضاً بسلام إلى ربينا أطلو وضوض وخلص ورحم وحفظني يا الله بنعمتك الحكمة نسو لك مراراً كثيراً نتضرع إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتنقي نفوسنا وأسادنا من كل دنس بشرة وروح فمنحنا أن نمثل لدى مسبحك المقدس بلا لوم ولا دينون هبأ اللهم للذين يصلون معنا النمو في المعيشة والإيمان والفهم الروحي أعطهم أن يعبدوك كل حين بخوف ومحبة وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينون أهلهم لملكوتك السماوي حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرسل لك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين آمين أيها الممثلون الآن وإلى دهرين آمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسا باسم القديس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن الملاك طال لنسوة الحاملات الطيب أما الطيب هو رائق الأنوات وأما المسيح فقد ظهر غريبا عن التساد حين إذن يقربون على مذابحك العزوج 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 كملت البتن للرب من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربي أطلو من أجل نجاة نامة لديق وغضب وخطر وانشد إلى ربي أطلو يو عبد وخلص ورحم واحفظني الله بناماتك أن يكون نهارنا كله كاملاً مقدساً سلامياً وبلا خطيئة ربنا سأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وعسادنا ربنا سأل مسامحة قطيانا وغفرانا زلاتنا ربنا سأل الصالحات والمواقفات لنفوسنا والسلام للعالم ربنا سأل أن نتنم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة ربنا سأل أن تكون واخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزن وجوابا حسنا لدى منبار المسيح المرهوب نسأل بعد ذكرنا الكليات القدسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القدسين فلندى ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا آله برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس والصالح والمحيي الآن وكل آوان وإلى دهر داهرين السلام لجميعكم ولي روحا لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآب ورطسين بآب ورطسين بآب ورطسين هالأبواب الأبواب بحكمة لنصغي أؤمنوا بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والغرب كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصرب عنا على عهد بلاقص البنطي وتألما وقبر وقاما في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعدا إلى السماء وجلسا عن يمين الآب وأيضا يأتي لمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وفي الروح القدس الرب المحيي المنبثة من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود لهو موجد الناطب الأنبياء وبكريسة واحدة جامعة مقدسة رسولية واعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وتأجد قيامة الموتى والحياة لنقف حصنا لنقف خوف لنصوغي لنقدم بسلام القربان المقدس رحمة سلام تبيحة تسميح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس لتكن معكم جميعا ومع روحك لنجعل قلوبنا فوق هي لنا عين ضر فلنا شكرا نر لحق واجب واجب وحق أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك لأنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل غير المنظور غير المدرك الدائم وجوده الكائن هكذا هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس أنت يا ربي أخرجتنا من العدم إلى الوجود وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا وما بارحت تصنع كل شي حتى أصعدتنا إلى السماء وهبتنا ملكك الآتي من أجل هذا كله نشكرك أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس من أجل الإحسانات الصائرة إلينا التي نعلمها والتي لا يعلمها الظاهرة وغير الظاهرة نشكرك أيضا يا رب من أجل هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا مع أنه قد وقف لديك ألوف من رؤساء الملائكة ربوات من الملائكة الشربيم والسيرفيم ذوي الأجنحة الست العيون الكثيرة متعالين ومجنحين بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين صارخين وقائلين قدوس 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 صابوت ملانات من السماء والأرض من المجدد تقاري في اللهم مُبَارَكُمْ لِلَّةِ بِاسْمِ الرَّهِ قُسُنَةً لِلَّهُ وَالِينَ خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا لذلك الكأساً بعد العشاء قائلاً اشربوا منها كلكم هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا ونحن أُنَذَكُنْ هَذِهِ الْوَصِيِ الْوَصِيَةِ وَكُنْ نَعْجَرَنْهَا لَسَلَّةِ وَقَبْرَ وَكِيَمَةِ وَمَنْ أَجْلِ كُلِّ شَيْءٍ إِيَّاكَ نُسَبَّحْ إِيَّاكَ نُبَارِكَ إِيَّاكَ نَشْكُرُ يَوْرَهُ وَإِلَيْكَ نَطْلُّهُ يَا إِلَى هَنَا أيضا نقرب إليك هذه العبادة الناطقة غير الدموية ونطلب ونتضرع ونسأل فرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة واصنع أما هذا الخبز فجسد مسيحك المكرم وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك المكرم محولا إياهما بروحك القدوس آمين 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 لكي يكون المتناولين نباهة النفس واخفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وكمال ملكوت السماوات والدلل لديك لا لمحاكمة ولا لإدانة أيضا نقرب إليك هذه العبادة الناطقة من أجل الذين رقدوا على الإيمان الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروحي كل صديق رقد على الإيمان وخاصة من أجل كلية القداسة الطاهرة الفائقة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم إِنَّا الْمَلَاكَةَ خَوْفُّوَا نَخْوَالُونَ عَمِيرٌ عَلَيْهَا أَيْيَتُهَا الْعَدْرُونَ نَقِيَّا أَيْتُهَا الْفَائِ قُدْسَهَا وَالِدُّهُ الْإِلَهَ أَعْنِنَا عظيماً أخبرش القبير أَيْتُهَا الْفَائِ قُدْسَهَا وَالِدُّهُ الْإِلَهَ أَعْنِنَا من القبر في اليوم الثالث المنسو الكديس المبي الصادق الحمام عدى الكديس المسيجين ورسو الجديمات السيد المبيه المسوح وحاملات الطيب الكديسات البار يوسف الذي كان الميزا بالخطاء مع صديقه نيكوديموس التلميذ الليلي الذين يدسلوا المسيجين ورسوه 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 إذاً نطلب لك هذا العباد الناطق من أجل كنيسة المقلبسة الجامعة الرسولية من أجل عاليشين بالطهارة والصلاة الجديدة من أجل حكامنا أعطي من أجل سلاميا فنقضي نحن أيضا في ظل أمنهم حياة هادئة مطمئنة في عبادة حسنة ودفعة يا رقيات يا والدة تأللل إطرابي بالقيامة والأمنهم تذكر يا ربي أولا أبنا وبطياركنا يوحنا وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحا مكرما معافا مديد الأيام مفصلا باستقامة كلمة حقك وعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكل الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى داهر داهرين والتكو مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم جميعا ومع روحك بعد ذكرنا جميع القدسين أيضا وأيضا بسلام إلى ربي نطلو نجي هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى ربي نطلو حتى أن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مسبحه المقدس سماوي العقلي رائحة طيب زكي روحي رسلنا عوضا من النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلو بعد التماسنا لاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيحة إلى أيها السيد المحب البشر إياك ندع حياتنا كلها ورجاءنا ونطب ونتضرع ونسأل أن تؤهلنا لأن نتناول بدمائر نقية أسرارك السماوية المرهوبة أسرار هذه المائدة المقدسة الروحية لصفح الخطايا غفران الزلات شركة روحي القدس مراث ملكوت السماوات الدالة لديك لا لمحاكمة ولا لإدانة وأهلنا أيها السيد النسرة بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي ونقول أبان الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملكة والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح والقدس الأن وكل آوان وإلى داهر داهرين أسلام لجميعكم ولروحك نحمي روسنا للرح لك يا هارم نشكرك أيها الملك وغير المنظور يا من بقدرته التي لا تقدر أبدع الأشياء كلها برحمته الكثيرة أخرجها من العدم إلى الوجود أنت أيها السيد اطلع من السماء على الذين حنوا لك رؤوسهم لأنهم ما حنوها للحم ودم بل لك أيها الإله المهيب فأنت إذن أيها السيد سهل أن تكون هذه القدوسات لخيرنا جميعا حسب حاجة كل مننا رافق المسافرين اشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأسادنا بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس والصالح والمحي الآن وكل آوان وإلى داهر داهرين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا إصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك هل أم لتقديسنا أيها الجالس في الأعالي مع الآب الحاضر هاهنا معنا غير منظور وارتدي أن تناولنا بيديك العزيزة جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم وبنى شعبك كله يا الله أخفر لي أنا الخاطئ وارحمني وسامحني يا الله أخفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني وسامحني يا الله أخفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني وسامحني وطهرني من كل دانس فلنصغي القدسات للقدسين أرفعوك يا ملكي وإلهي رب نحيد يسرع المسيح لمجد الله الله آمين لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح لله يا من برر العشار ورحم الكنعانية وفتح للس أبواب الفردوس افتح لي حنوى محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والناسفة الدم أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بعسر مرام وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها وأما أنا المرثية له فبتجاسر على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني بل اقبلني مثل هاتين وأنا ارحواست نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه فأطلب إليك أن ترحمني وتخفر لي زلاتي الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل التي بمعرفة والتي بغير معرفة وأهلني بلا دينون أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية هانذا أتقدم إلى الشركة الإلهية فلا تحرقني من جرى تناولي ياها يا جابلي فإنك نار تحرق غير المستحقين بل طهرني من كل ذنس اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذ لكن كالسي أعترف لك هاتفا اذكرني يا رب في ملكوتك ارهاب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله فإنه جمر يحرق غير المستحقين إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي فحرق خطاياي بنار غير هيولية وأهلني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح في بهاء قديسك كيف أدخل أنا غير المستحق فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي لأنه ليس لباس العرس وأطرح من الملائكة مغلولا فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر أيها السيد المحب البشر أرب يسوع المسيح إلهي لا أتسر لي هذه القدسات لمحاكمة لعدم استحقاقي بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة والملكوت الآتيين أما أنا فخير لي أن ألتسق بالله وأضع في الرب رجاء خلاصي مسيح قام بين الموت والموت والموت والحياة للذين في القبور بهيدا الأحد يا أحبة نحن نقيم تذكار النسوة حاملات الطيب القديسات البار يوسف الرامي الذي كان تلميزا خفيا للرب مع صديقه نيكوديموس التلميذ الليلي من عية كل الأحبة يلي بيحتفلوا بهيدا العيد المبارك الذين يتخذون من اسم يوسف وجوزيف شفيعا لهم إذن نحن من كرم أشخاص كان إلون دور بإنزال الرب يسوع عن الصليب ودفنه وتطييبه هؤلاء الأبرار تميزوا بمحبة صادقة محبة عميقة لم يقوى الموت على أضعافها أو التقليل منها يوسف الذي تجرأ ودخل على بلاطسة وطلب منه جسد الرب يسوع الطاهر ليدفنه استغرب بلاطس كيف أنه يسوع مات على الصليب هكذا سريعا عندما تأكد وهب الجسد الطاهر ليوسف الذي أسرع مع صديقه نيكوديموس أنزله عن الصليب لفاه بأكفان نقية وضعاه في قبر جديد منحوث كان يوسف قد أعده لنفسه ودحرجاه حجرا على باب القبر خلينا نتأمل بيوسف كيف أنه محبته العميقة سمحت للرب أنه يسكن بقلبه ويسكن بقبره النسوي حاملات الطيب هنه اللي رافقنا الرب يسوع من بشارته حتى مماته الصباح الأحد حضروا لطيوب وراحوا بدهم يكفنوا ويطيبوا جسد الرب الطاهر على الطريق كانوا عم يتسامروا وعم يتساءلوا من يدحرج لنا الحجرة عن باب القبر لما وصلوا كانت المفاجأة شو المفاجأة؟ الحجر مدحرج القبر فارغ ملاك يبشرهن قائلا قد قام ليس هو هاهنا هن نسوي حاملات الطيب هنه أول من شاهد القيامة وشهد لها من خلالهن وصلت البشرة السعيدة للعالم أجمع من أفواههن قيل للمرة الأولى المسيح قام إذن هؤلاء الأحبة الذين نكرمهم اليوم نسأل الرب القائم بذات سلطانه أن يكون لنا مثالا في المحبة في الشجاعة وفي الإيمان نحن اليوم مجتمعين أيضا تنصلي من أجل راحة أحبة لأن سبقونا ورقدوا على رجاء القيامة والحياة الأحبة والحياة الأبدية منصلي من أجل الحاضرين من أجل الذين أرادوا أن يقيموا هذه الزبيحة الإلهية يلي هنن آل الأمير آل الحمدية والهزيم آل بركات وآل البدين ونسألهم النعمة والبركة أما الأحبة السابق رقادهم عيسى شكيب جورجيت إليا هاجم فنسأل لهم النعيم السماوي والسكنة في الأخدار الإلهية له المجد إلى الأبد آمين بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا الله ربو ظهار لنا مبارك للأجي بسمنا من صلصة جسد ودم ربنا وإلهنا جسد ودم ربنا وإلهنا جسد ودم ربنا وإلهنا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 فقد تناولنا مستقيمين أسرار المسيح إلهي المقدسة الطاهرة غير المائة السماوية المحية المرهوبة فنشكر ربا شكرا لائقا فضوض وخلص وارحم وحفظنا يا الله بنعمتك بعد أن سلن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السماوية غير المائة قوم يا رب طرقنا سبتنا جميعا في خوفك أحفظ حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وطلبات المجيدة والدة إله الدائمة البتولية مريم وجميع قدسيك لأنك أنت تقديسنا وإليك نرسل المجد أيها الأب والاب والابن والروح والقدس الآن وكل آوان وإلى داهر الداهرين نخرج بسلام إلى ربنا توقف يا رب ورحم يا رب ورحم يا رب ورحم باسم الرب يا رب يا رب يا من تبارك الذين يباركونك وتقدس المتكلين عليك خلس شعبك وبارك مراثك وحفظ ملأ كنيستك قدس الذين يحبون جمال بيتك أنت شريف عوض ذلك بقوتك الإلهية ولا تهملنا نحن متوكلين عليك وهب السلامة لعالمك ولك نائسك للكهنة ولكل شعبك لأنك لعطية صالحة وكل موهبة كاملة يا منحدر من العلوم لدونك يا أبا الأنوار وإليك نرسل المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس لأنا وكل آوان وإلى داهر داهرين آمين لِيَكُنْ إِسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكَ بِيَكُنْ إِسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكَ بِيَكُنْ إِسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكَ بِيَكُنْ إِسْمُ الرَّبِّ مُبَارَكَ المُبَارَكَ المحروسة من الله بتلبات القوات السماوية المكرمة العديمة الأساتة والسلوات النبي الكريم السابق المجيد يحنى المعمدان القدسين المشرفين والرسول الجدرين بكل مديح القدسين المجيدين الشوداء المتألقين بالظفر أبين الأبرار المتوشحين بالله أبين الجيف القدسين يحنى الزهبي الفم رئيس الساقف القسطنطيني كاتب خدمة هذا القداس الإلهي الشريف القدسين صديقين جدالي المسيح الإلهي وكيمة وحنة النسوة حاملات الطيب القدسات مع البار يوسف الرامي الذي كان تلميزا خفيا للرب يسوع مع صديقه نيقو ديموس التلميذ الليلي الذين نقيم تذكارهم الشريف عيدا مباركا وجميع قدسي ارحمنا وخلصنا بما أنك إله صالح ومحب للبشر ليحفظ الثالث القدوس حياتكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين مسيح قام بين موت وطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور تبارك الله إلهنا كل حينا لأنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين المسيح قام بين موت وطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور موسيقى 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 عبيدك السابق رقاده والله ناكل ناوان وإلى دهر الدهرين عمين عياتها العذر والطهير النقي وحدك يا من ولا أتلي لأبغير زرعني ليت وسلي أن ترحمى وتسمح نفوس عبيدك السابق رقاده الحمد يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجيب ورحمة وإذا منذج راحة نفوس عبيد الله عيسى شكيب جورجيت إليه هاجم السابق رقاده ومنذج غفراني خطأهم الطوعية والكرهية كي يرتب الرب لله نفوسهم حيثوا صدقون يستريحون الرحمة الإلهية والملك والسماوي غفرانا وخطيئهم من المسيح الذي لا يموت ملكنا وإلهنا ربنا سات يا إله الأرواح والأجساد كلها يا من وطع الموت ونقض قوة الشيطان ومنح الحياة لعالمه أنت يا رب أرح نفوس عبيدك السابق رقادهم هاجم إليا جورجيت شاكيب عيسى في مكان نير في مكان خضرة في مكان انتعاش حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد وبما أنك إله صالح ومحب للبشر اغفر لهم كل خطيئة اقترفوها بالقول أو بالفعل أو بالفكر لأنه ليس إنسان يحيى ولا يخطأ بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة وعدلك عدل إلى الأباد وقولك حق لأنك أنت والقيام والحياة والراحة والنياح لنفوس عبيدك السابق رقادهم على اسمك أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بد له وروحك الكل قدس الصالح والمحيي آل وكل آوان وإلى دهر الداهرين المجد لك أيها المسيح إلهنا يا رجاءنا المجد لك أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من تسود الأحياء والأموات وقد قام من بين الأموات بما أنه ملك لا يموت شفعات أمك الكوية الطهارة والبريئة من كل عيد وصديقك ألي عازر دل أربعة أيام وجميع قدسيك أنت يا رب يرتب نفوس عبيدك عيسى شكيب جورجيت إليا هاجم السابق رقادهم المنتقلين إليك لأمصافي القدسين أرح نفوسهم في أحضان أبي الأباء إبراهيم ارحمهم يا رب ورحمنا بما أنك إله صالح ورحيم ومحب للبشر فلياكن ذكرهم عبادا فلياكن ذكرهم عبادا فلياكن ذكرهم عبادا فلياكن ذكرهم عبادا قدس مبارك يا أحبي المسيح قام لأحبي آل الأمير بتقبلوا التعازي بقاعة الكنيسة لأحبي آل الحمدية والهزين بتقبلوا التعازي بالكنيسة لأحبي آل بركات بتقبلوا التعازي بالكنيسة اشتركوا في القناة